والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسعد الله وأوقاتكم أيها الإخوة الكرام بكل خير مع المحاضرة الرابعة من سلسلة الإحياء في ثوبه الجديد القسم الثاني فقه العبادات ومقاصدها وآدابها كنا قد تحدثنا في آخر المحاضرة السابقة عن أنواع النوافل وذكرنا القسم الأول وهو النوافل التي تتكرر بتكرر الأيام والليالي وذكرنا منها السنن الراتبة وسنة الوتر وسنة الضحى وغير ذلك ننتقل هذه المحاضرة نكمل الحديث عن السنن والنوافل ونتحدث عن برنامج وضعه الإمام الغزالي للعبادة اليوم نبدأ الحديث عن النوافل التي تتكرر بتكرر السنين النوع النافلة الأولى التي تتكرر بتكرر السنين صلاة العيدين ونقصد بها صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وهي سنة مؤكدة وشعار من شعائر الدين وينبغي أن يراعى فيها سبعة أمور الأمر الأول التكبير ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كرها الكافرون هذا التكبير يكون قبيل الصلاة هذا التكبير يكون يوم العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى في عيد الفطر يبدأ التكبير بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان ويستمر حتى المغرب من يوم الفطر في عيد الأضحى يبدأ التكبير من مغرب طبعا على خلاف بين أنفقها من مغرب أو من صلاة من مغربي تاسع من مغربي يوم الثامن فيكبر في يوم عرفة وحتى ثالث أيام التشريق حتى أذان المغرب طبعا على خلاف كما قلت لكم في التوقيت بين مختلف المذاهب الفقهية وقال يفتتح بالتكبير ليلة الفطر على مذهب الشافعي ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيد يعني يكبر من بعد ما يفطر آخر يوم في رمضان ويكبر حتى صلاة العيد وفي العيد الثاني يعني عيد الأضحى يفتتح التكبير عقيب الصبح بعد الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر وهو أكمل الأقاويل كما ذكرت لحضراتكم إخوة الكرام هناك عدة أقاويل لن أدخل في تفصيلها الإمام الغزالي على الراجح من مذهبي الشافعي يقول التكبير في يوم الفطر يبدأ في ليلة الفطر وينتهي عند الشروع في صلاة العيد تمام؟ هذا القول الذي اعتمده الإمام هنا العيد الثاني عيد الأضحى التكبير بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق ويكبر عقيب الصلوات المفروضة بالصيغة التي ذكرناها آنفا رأي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الأمر الثاني إخواني الكرام في العيد إذا أصبح يوم العيد يغتسل ويتزين ويتطيب وهذا سنة في كل اجتماع أو عبادة جماعية يجتمع فيها المسلمون الأمر الثالث أن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشهد له الطريقان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيد بإخراج العواتق وذوات الخدور يعني إخراج النساء أيضا يشاركنا في العيد ويشاركنا في دعوة الناس الأمر الرابع المستحب في العيد المستحب الخروج إلى الصحراء يعني تكون منطقة فسيحة واسعة ويسمى المصلى إلا في مكة وبيت المقدس فصلاة العيد تكون في المسجد الحرام والمسجد الأقصى قال فإن كان يوم مطار فلا بأس بالصلاة في المسجد ويجوز في يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلا يصلي بالضعفة في المسجد ويخرج بالأقوياء مبكرين إذا كان هناك بعض الناس الكبار في السن ولا يستطيعون خروج إلى ظاهر المدينة الإمام المسلمين يسمح لأحد الناس بالصلاة بالضعفة في المسجد ويخرج بالناس الباقين إلى ظاهر البلد والحكمة والمقصد من صلاة العيد وهي تكون مرة في السنة وتكون على مستوى المدينة كاملتان أن يجتمع الناس على صعيدا واحد الرجال وخلفهم الأولاد وخلفهم النساء ليعم الخير على أهل البلد جميعا ويكون الاحتفاء على مستوى البلد كاملة ويلتقي المسلمون مع بعضهم ويهنئون بعضهم بالعيد في وقت لم يكنوا يلتقون به سابقا قلنا في الجمعة على مستوى معين في صلاة الجماعة مستوى الحي الجمعة مستوى المدينة أو أصغر قليلا العيد على مستوى المنطقة كلها تمام ويطرح قضايا المسلمين الإمام الذي هو الحاكم أو من ينوب منابه ويطرح أموم المسلمين ويحل مشاكلهم ويستمع إليهم بعد الصلاة ومن كان عنده حاجة يتقدم إليه الأخ الذي لم يرى أخوه أو صديقه خلال العام بسبب أشغاله يلتقي معه في هذا الموسم المبارك هو موسم للرحمة للتواصل للحمة الاجتماعية القوية هذا هو المقصد من صلاة العيد نعم من الأمور أيضا التي تراعى في العيد يراعي الوقت فوقت صلاة العيد هو ما بين طلوع الشمس إلى الزوال يعني من بعد ما تطلع الشمس يعني هو نفس وقت الضحى بعد ما تطلع الشمس بمقدار ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى الزوال إلى قبل الظهر بربع ساعة تقريبا ووقت ذبح الضحايا يعني في عيد الأضحى ذبح الأضحية ما بين ارتفاع الشمس بقدر خطبتين وركعتين إلى آخر اليوم الثالث عشر يعني بعد صلاة العيد إلى قبيل مغرب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويستحب تعجيل صلاة الأضحى من أجل الذبح وتأخير صلاة الفطر لأجل تفريق صدقة الفطر قبلها هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور أيضا المستحبة في العيد كيفية الصلاة يخرج الناس مكبرين في الطريق إذا بلغ الإمام المصلى لم يجلس ولم يتنفل ما في سنة نفل في المصلى ويقطع الناس التنفل ثم ينادي منادن الصلاة جامعة ليست إقامة عادية فقط الصلاة جامعة ويصلي الإمام بهم ركعتين يكبر في الأولى سوى تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات ويقول بين التكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ويقرأ في الركعة الأولى سورة قاف وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال ويقرأ فيها سورة اقتربت الساعة وانشق القمر بعد صلاة العيد خطبة العيد بعكس الجمعة يخطب خطبتين بينهما جلسة ومن فتته صلاة العيد قضاها على الراجح من قول الشافعية من الأمور المستحبة في العيد أيضا أن يضحي بكبش قال صلى الله عليه وسلم من رأى هلالة ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا يعني يبقى أظفاره شعره حتى يضحي ثم يقص ذلك وهو سنة مؤكدة عند الشافعي واجبة عند الحنفية وغيرهم لمن ملك النصاب إذن هذه السنة الأولى وهي سنة العيد وآداب وسنان العيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر